تحية للجموع كل الجموع أمازي وعرب وقريش وفريسطين اندلوس وادارس وعلاوين نحيح تل علاوين من أصول علاوين اليوم عندي سؤال بسيط لكل الذين يتشدقون بالحرية دوكس حاب الفوصل 42 سليبي والمهداوي والرمضاني القصر الملكي اللي هو دوكس حاب الفوصل دي القوانين ودي المشاريع في عبيد او لا ما كتعرفوه مش الرمضان ما كتعرف شهاد القادية القصر القصر المنتدى دي الحرية عبيد الرماء عبيد الخراع عبيد الجمر عبيد كتف تاخر الفوصل 42 السهر على الدستور والرئيس واركان وعنده عبيد إذن عبودية من داخل الملكي وانت تتعتبر رسك بأنه صحافة حرة في ملكي عندها عبيد اي 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 حررت رسكما يا العبيد ادخلك تنتا يدركوا طريباش حمارة ولي تنتا يقول لكم سيدي الله يحرق والدين منكم ولي تنتا وهذه العبودية انتقنت للأسر المغربية وليس هذا شيء قديم خديمات لبيوت عند 6 سنين وهدرت مع إخوانا وكلهم بقرحة قرحة قدروا لنا القرحة في المعدة في الوقت قدروا للمغرب اول ملاحظة الخديمات دين البويت عندها 6 سنين 7 سنين ودفع كروسة في 80 كيلو قدروا للمغربية من العبد هذا السيد وهذا السيدة عبيد يؤمنون بالعبودية ويستعبدون أطفال بنت عندها 7 سنين يقول بسوحة حواجة ممسخين وقدروا كروسة وولده من قيين وقدروا فعلهم بنا هذا ليس بنتنا هذا أي خدامة لدينا وليس لديه خدامة حسن من هذا الإنسان الذي لا يوجد خدامة لديه الطموبيل وخدامة وليس لديك شيء لا يوجد الطموبيل لا يوجد فتحية الناس الذين لا يوجد خدامة عندهم طموبي إذن العبودية لم تبقى في القصر الملكي والتي عندكم في المجتمع تستعبدون والأخ جليل قبيلة قال لي على زيارة قديمة مغرية واحد الأستاذ كاتر رجلي الوحد الريد وستسين 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 كي سيريلي الصباط أستاذ أستاذ والسؤال الذي كان طرح الأخ جليل هو لديك الأستاذ الطفل يكون في القسم تقريه ليس كي سيريلي مجتمع ومجتمع فيه خلل الخلل جاكم العبيد والعلاويون هم معروفين عبيد البخاري بخرار ومجتمع في وسط القصر المناكي كان عبيد يعرف العالم كامل إلا المهداوي ومجتمع ومجتمع 42 و77 ودستور وضع الدم وضع الجيح وضع أشخال تقول لي المهداوي القصر في هولندا في عبيد وغن آمن بالديمقراطية الهولندية لا أؤمن به وهذا في مملكاتك التي تدافع عن منك عنده عبيد أطفال عبيد تزادوا عبيد أنا كان أقل له صورة هذه القرد هذا القرد هذا الكلب رجعوا إلى اليوتيوب لا يوجد رابطة لقد رجعوا لها وهو صغير خمس سنين أو ست سنين واحد دري عنده أربع سنين عزي عبد بسينة الطاقية وهذه الكلاب وهذا هو الذي يتحدث لتربف أبعنا العبيد هذا لا يجب أن يفرق بين كحل و بيض لا لا يجب أن يكون عبيد لا يوجد العبود لا يجب أن يكون لكن هذا أريد أن نحن عبيد وتنتم المداوي عبد عبد ثاني ثالثة وهو باركة لا الرابة السابق 12 أين يبني القصر؟ في مقابر مقبرة هنا أين تتعلم ما رأسك لو كانت لديك فيلا ستبني فيلا في حياء الصفح ستبعد منهم قليلا و ستحل البالكون سترى الصفح لا تريد لا تريد هذا يجب أن يرى يتمتع مغاربة و يعيشون في القبور ليست دور الصفح في القبور النداء من الخط اليوم و صاحب النداء هو الأخ جليل مغربنا بيتنا يحترق أرهم كي يحرقون الأرض والبيت مديروس طولة فيهو معانا العافية أرضكم تحترق بيتكم يحترق السيرتكم تحترق حرياتكم تحترق تحترق و أرهو معانا تحترق من المؤمن لهم يجب أن يقومون تحترق يتجعون تحترق الحرار والطن والمالك الذي أعطاه الترخيص والقوانين المالك قاله أنت الصحفي عنده عبيد وكوحل لا تتحبون الذاكي يختارهم أمو الأتي أمو البرد قال لكم سيدي كيف يجب أن يكون أمو البرد ما هي دول دين مقر يجب أن يتعرفون ماذا أقول لكم مغارفة ماذا مغارفة والله تحية لكل الناس الذي لديها نقطة تسائل كيف يجب أن يقصر يجب 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 أن يكون حرية للمرأة وحرية للطافل وحرية للصحافة أنت عندك عبيد الحرية تصدر من متجر العبيد ثم أركم ستطين على الخد نعيش في أرض العبودية الملك الهمام من من الذي كان عندكم والذي عندكم والذي يجيكم ناس يستعبيدون عندهم عندهم ناس يتزادون عبيد و يموتون عبيد و هؤلاء الناس هؤلاء المؤسس الملكي و البرلمان و الدستور و هؤلاء المداوك هؤلاء المداوك هؤلاء المداوك أعتقد أنك لم تخرج من هذه الدائرة ليس عبد قريد المراكش بانانا كيش روك أرضونا تحتارق صحوة صحوة قبل أن يعم الحريق أرضونا تختانق وتحتارق أملونا فيكم تحية للجمعة شكرا شكرا أعطي أعطي شكرا شكرا